اناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لحضور حفل تخريج الفوج الأول من برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي أقامه معهد الإدارة العامة بالشراكة مع جامعة إكس ميرسيليا والمدرسة الوطنية للإدارة الفرنسيتين وصندوق العمل تمكين وجامعة البحرين وقلم عليه إن ما يؤكد عليه دوما حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن المواطن البحريني في قلب مسيرة التنمية الشاملة وهو ما يوجه جميع الخطط والبرامج ولربط أهداف التنمية ببرامج التعليم والتدريب أهمية كبرى في هذا المجال وأكد ما عليها أن تنشين ماجستير الإدارة العامة في عام 2016 والاحتفاء اليوم بتخريج فوجه الأول يجسد البداية الحقيقية للمخرجات القيمة لهذا البرنامج بما يعكس حرصة واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقع الرئيس مجلس الخدمة المدنية ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نيب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالاستثمار الأمثل في رئيس المال البشري وتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أفضل الممارسات العالمية وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد لتفضله برعاية حفل تخريج 22 موظفا من القطاعين العام والخاص وأوضح معاليه أن الارتقاء بالعمل الحكومي بشتى الطرق والوسائل المتاحة المدروسة والمنظمة ومن بينها تشجيع موظفي القطاع العام على الإقبال على البحث العلمي سيكون له بالغ الأثر في تطوير منظومة الإدارة العامة وضف معاليه أن جهود مجلس الخدمة المدنية بما في ذلك ماجستير الإدارة العامة تصب جميعها في رفع نسب الإنجاز في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي أفرد محورا كاملا يعنى بتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي وحث معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخريجين على ترجمة مخرجات دراستهم العلمية في تطوير بيئات جهات عملهم كما ثمن معاليه جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمعهد الإدارة العامة وما يقدمه من برامج تطويرية وتدريبية وخلال الحفل ألقى سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة أشاد فيها بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة التي حظي بها برنامج ماجستير الإدارة العامة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن متابعة سموه لسير العمل الحكومي ورؤيته في تطوير الأداء الحكومي كانت الدافع الأول لمعهد الإدارة العامة لتدشين هذا البرنامج الأكاديمي المتميز وتضمن الحفل تقديم عدد من الخريجين لإجاز حول مشاريع تخرجهم تلا ذلك تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتخريج المشاركين في هذا البرنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رغبة ذاتية جادة وقفت وراء إحقاقها مصلحة وطنية بأبعاد شمولية استدلت أقصر الطرق المؤدية إلى تنمية هادفة تعي جيدا أهمية المورد البشري في الوصول إلى بر الأمان الاقتصادي على وجه الخصوص 22 خريجا من القطاعين العام والخاص نالوا بإرادتهم مغانم علمية وعملية لا حصر لها عبر توفقهم وتفوقهم بالحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة ضمن الفوج الأول من طلبة معهد الإدارة العامة بيبة المهم هو ماذا هو التأثير الحقيقي اللي يستفيد منه المواطن ويحسبه المواطن سواء كان في الخدمات ولا في إدارة الموارد ولا في صناعة سياسات حكومية المجموعة عندهم اليوم قدرات للتفكير والعمل في العمل الحكومي بشكل مختلف برنامج ماجستير الإدارة العامة يأتي نتيجة ثمرة تعاون نضجت عبر شراكة تفاهم سداسية جمعت معهد الإدارة العامة بجامعة إكس مارسيليا الفرنسية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا وجامعة البحرين ومؤسسة تمكين فضلا عن دور الهيئة الأكاديمية الدولية المتمثل بتقديم الوحدات الدراسية للبرنامج عبر نخبة من أفضل الممارسين والأكاديميين الدوليين في مجال الإدارة العامة ماجستير الإدارة العامة هو برنامج فريد تقدمه المدرسة الفرنسية للإدارة العامة لأهميته البالغة في الجمع بين التعليم الأكاديمي والمهني نحن مسرورون جدا بالتعاون مع مملكة البحرين من أجل طرح هذا البرنامج ووضعه بين يدي نخبة من موظفي القطاعين العام والخاص برنامج مميز وفريج بالنوع وطبعا الميزنا في البرنامج هو الكادر التعليمي اللي احنا استفادنا منه استفادنا من خبرات كثيرة خبرات من الاتحاد الأوروبي خبرات من دول مختلفة من دول متقدمة ومن أعرق الجامعات وأعرق المنظمات الدولية فخذينا خبرات دولية وإحنا إن شاء الله يعني مستعدين ورد بدينا شوي يعني نحن نطبقها على مستوى البحرين برنامج أضاف لنا كثير طبعا احنا تعلمنا من الخبرات العالمية وبالتالي بيضيف لنا أن احنا بنضيف إلى أشغالنا كقوات في المستقبل وأن احنا نطور شغلنا أكثر وأكثر في قطوعة العامة الميزة الحلوة أيضا أن الطالب اللي يدخل في هذا الماجستير أنا أجزم أنه يزيد ولاءا للبلد لأنه يدرك أنه يعيش في بلد متقدم جدا يدار بأعلى وأفضل الممارسات العالمية طبعا دراسنا تقريبا تقريبا 28 مادة نظام التدريس هو بالسيمنارز وتدريس بالممارسة وبالتطبيقات وتجري نوع من أنواع المقارنات المعيارية ما بين البحرين وما بين دول أخرى الميزة أنه هو شامل تأخذ كورس في الدستور المقارن تأخذ كورس في التطبيقات العالمية في كل المجالات السياسية المالية لإدارة موارد البشرية إن تصميم برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي يعد الأول من نوعه كبرنامج مهني أكاديمي أتى بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي القطاعين العام والخاص حتى يتسنى الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية المواكبة للطموحات التنموية ضمن رؤية مستقبلية منظومية تعود على البحرين بالرفعة والنمأ بما لا يدعو مجالا للشك حول مقدرة البحث العلمي في تحسين جودة الخدمات المتنوعة المقدمة للراغبين في الحصول عليها عبر كوادر وظيفية تحرص دائما على تطوير قدراتها بالشكل الذي يجعل منها أنموذجا يحتذى به في محاكاة تطلعات المواطنين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر